تعالوا ناخد اتصالات حضراتكم اول اتصال معنا السلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك يا فكرة مدون اهلا وسهلا ومرحبا تفضل يا استاذة انا اولا عايزة اشكر حضرتك جدا جدا عشان حضرتك انا بعثي لك مرة وكنت في مسجد سجنة النبي صلى الله عليه وسلم الله ما صلي عليها وانا مسدقتش اهتمام حضرتك انك تسجلي بوز مسجد وتبعاتلي انك بتدعيلي ومتذكرك جدا جدا على رأسي يا اختي ربنا يجبر خطرك انا عايزة اقول انه احنا كمؤمنين ربنا قال كده ربنا ربطنا كلنا بربط واحد قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض احنا سند لبعض احنا ننصر بعض احنا بنقف جنب بعض بكلمة طيبة بدعوة صادقة بنصيحة بمساعدة وقال لنا انما المؤمنون اخوة ده الاصل قول لنا اخوة فضالي انا اولا عايزة اقول انه يعني اقول للناس في حالة احباط كده عين كلنا تعبنين وعندنا مشاهد كله كده بس الحمد لله انا واحدة من الناس ربطنا جبر بخطر ورزقني ببنتي بعد سنين كتير اوي رزقك ايه اختي بنتي اه ما شاء الله بعد سنين كتير اوي تمانيتها وانا اصلا كنت خلاص يعني السكترة والظروف يا سلام يعني قعدت كم سنة بدون خلفة انا اتجوزت متأخر اه واقعدت بعدها سنتين تلاتة كده الدكتورز ادولي يعني لازم اعمل عملية واخد ادوية وحاجات كده الاطباء قالوا كده اه اه من غير اي حاجة خالص ربنا اداني بنتي هدية من عنده الحمد لله اللهم صلي علي ربنا يجعل لها من اسمها نصيب ويرزقها جمال الخلق والخلق يا رب الله جمال الصورة والسريرة يا رب جمال المظهر والجوهر ويبارك في أولادنا جميعا وينبتهم نباتا حسنا فيعني الحمد لله عندك كم شهر جميلة جميلة لسه تعمى ثلاث شهور الحمد لله اللهم صلي عن نبي ربنا يبارك لك فيها بس أنا بأطالبك أنك حبيها بهدوء يعني إيه أنا مش عايز أخوفك بس يعني بهدوء بلاش الحب الزايد ولما هي هتأخش شوية وحتتعلم المش هتغبط ده يعني أنا نقول له تعيش وتاخد غرها حضرتك عارف أن أنا كده حضرتك عارف أن أنا كده لا أصلي هي يعني عشان هي أجيالك بعد اشتياق طويل للخلفة فحبيها بهدوء حاضر لأن حبك بالزيادة قوي قد يؤذيها هي فهمت أوه صح اللي عطاهالك ربنا وانت يا مدعيتي وأكيد فما تنشغليش بيها عن المنعم ربنا عطاك نعمة اللي هي جميلة بنتك أوه صح ما تنشغليش بيها عن المنعم أصلاً العصر فتني كنت بغير لجميلة أصلاً العصر الظهر فتني كنت بأكل جميلة أصلاً لا مش معقول بأكيدة يعني مو دا السؤال بقى اللي جاي أنا بقى أنا وهي الوحدين مش حد معنا فأحيانا أنا صالي وأنا شايلها ومال وماله صح ده صحين مش صح واحدة يعني بس كده بقى بطارت أنا أتحركت كتير يعني مثلاً وأنا بس كنت بروح سايبها على الأرض الجنبي وخلص السجود وبقى أنا أخدها تاني كده المشرع قال كده يبقى صح ولا غلط بس هقولك على حاجة أنت عارفة النبي عليه الصلاة والصلاة كان له بنته جميلة قوي اسمها زينب ستنا زينب ستنا زينب بنت النبي اتجاوزت ابن خلتها فأنجبت ولد وبنت الولد اسمه علي والبنت اسمها أمامة النبي كان بيحب أحفاده طبعاً فكان بيحب أمامة جداً وكان يشيلها ويخرج بيها للصحابة في المسجد يدخل المسجد وهو شايل أمامة وكان يصلي هو شايلها ولما يزجد يحطها جنبه ولما يقوم يشيلها وهكذا أي واخد بالك أي فلنا في رسول الله أسوة حسنة أي فأنت مثلاً بتحط جميلة جنبك في اللفة وأنت بتصلي حسيت أنها هتزمزق شليها أي وأنا بعمل كذا طيب الحمد لله طيب تاني حاجة بقى الزيوم أنا طبعاً مصنتش رمضان اللي فات طيب ورمضان اللي جاي برضو غريباً بإذن الله مش خصوم طمام أنا طبعاً مش عايزك تعملي زي بعض الستات كده اللي يفطموا ولادهم بدري خليها تاخد حقها في الرضاعة حاضر وبالتالي أنت معاك يا رخصة اللي بصوا الحامل الحامل والنفساء اللي ولدها يعني والمرضع عندهم رخصة اللي هم يفطروا ويبقوا يعوضوا بقى عدتهم من أيام أخر من إما يتيسر بعد كده إن شاء الله يعني أعوض بس لما تفعش فلوس وأعوض بس مين أنت صحتك تسمح بالتعويض ولا لأ يعني مش قوي على حسب خلاص إحنا موافقين على الحسب ده الشرع موافق على الحسب ده بعد ما جميلة تشد حلها نيجي نقولك يا أمو جميلة تقول لنا نعم نقولك عليك شهرين صيام تقول لها مش قادرة خلاص تطعيمي عن كل يوم مسكين تمام مش قادرة عوض بصوا أنا أقدر عوض شهر والشهر التاني ما أقدرش خلاص أطعيمي عن شهر وصومي شهر اللي تقدري عليه حاضر تمام حاضر يبقى اللي عليها أيام من رمضان الأصله أنها تعوض اتفقنا كده أي فإن ضعفت أو عجزت عن التعويض قالت لأ مش قادر أصلا صحتي وبيجي لي هبوط وأصلا بالشغل والبيت والأولاد وكيت وكيت خلاص يا سبتي تطعيمي عن كل يوم مسكين أوه يعني مش قادر دين معناها أن أنا الحمد لله ما عنديش مواد مزمر لا مش بالضرورة صحيح مش بالضرورة يعني آه يعني مش مثلا حشاكي لا سمع الله مريدة كبد أو سوك لا لا مش بالضرورة واحدة مش هتقدر أو بنيتها ضعيفة أو لما بتصوم ما بتقدرش تقوم بالواجبات اللي عليها سواء بقى واجبات منزلية سواء بقى هي يعني امرأة عاملة فبتقولها لا مش هقدر خلاص مش هنوقف حركة الحياة يعني الشرع الشريف عند عدم القدرة على التعويض خلاص اطعمي عن كل يوم مسكين الحمد لله تمام طيب وانا بغير بقى الجميلة الاول قبل ما اتغير الجميلة عملت عقيق الجميلة ولا لا لا ما احنا نهضى في الحلقة ما ورناشها اللي جميلة يعني لا لسه ان شاء الله دعينا نقدر بإذن الله وريم ان شاء الله يعني لسه الأمر مثلا متوقف على الأمور المادية ولا ما لسه ما حيات الدنيا تتحسن لا متوقف على الأمور المادية طيب منين ما يتيسر معاكم تعملوا لها العقيقة شاء الشادي بقى تبقى خروف تبقى جدي تبقى معزة تبقى نعجة شاء شاء باربع رجول من فاشا ارنب من فاشا ارنب كده برضو وده قدر جميلة عندك لا والله أبدا طيب ومعدين ما أهليكو نقطوك ودوكو فلوس النقطة ودتوها فين جبناها بيحكت والله لا ساعد ما تحكماش عليك يلا يلا الله يبرك لكم فيها وانت بتغيري لجميلة أيها تمام تتوضي ولا ما تتوضيش بالضبط شوفي هي مسألة خلافية بين الفقهاء الأم يا جماعة اللي بتشطف البيبي بتاعها بعد أكرمكم الله مع عمل حمام فهي بتشطفه فلمسيته بأيديها يعني هل لمس البيبي ده ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء عند الشافعية ينقض الوضوء ما السفرج الأدمي بباطن الكف ينقض الوضوء مطلقا مطلقا بشهوة أو من غير شهوة مالوش علاقة بحكاية أصل شاهوة لا ده ضناها لا ده بنته ما لناش علاقة بالموضوع ده وعند غير الشافعية قالك لا ما فيش أي مشكلة خالص فده رأي وده رأي فأنت عايزة طبعا كثير من إخوتنا بيتعذر عليهم مسألة إنها إيه كل شوية تتوضى يعني فهمت إزاي فهي متوضية والبيبي كل شوية ممكن ما بيدناش معاد حمامه يعني صحيح هو وظروفه يعني صحيح فتيسيرا على الأم يجوز الأخذ بهذا الرأي الفقهي المعتبر إنه ما فيش أي مشكلة إنها لو شطفته إنها ما ترجعش تتوضى وإنه وضوءها الصحيح وسليم ترجمة نانسي قنقر